ينضم إلينا من بغداد المحلل السياسي سيد أحمد الأبيض أهلا بك معنا سيد أحمد في نشرتنا لهذا اليوم نبدأ من خطاب رئيس الجمهورية السيد فؤاد معصوم هذا الخطاب يبدو مختلف عن كل مرة لسيد معصوم بعد أن دعا في دعوة قد توصف بالضعيفة من قبل البعض المنتقد له بخصوص الاستفتاء كان خطاب اليوم كان له قرار على ما يبدو بأن يصف الاستفتاء الذي أقره سيد مسعود برزاني أحادي الجانب وعلى الطرفين الرجوع إلى طاولة الحوار كيف تقرأ هذا الخطاب هذا اليوم تحيتي لك وجمهورك الحقيقة بهذه اللحظة هو تصرف كرئيس جمهورية العراق بالمرحلة لسبقتها كانت تكون قضيتين يتصرف كونه أحد قيادات الزعامات الكردية والثاني كان لديهم أمل بأن يتراجع السيد البرزاني عن موقفه في قضية مضيف الاستفتاء الآن بعد اللي حصل عصر هذا اليوم صار من الواضح أنه قد تأخر صحيح موقف رئيس الجمهورية ولكنه نقطة من نقاط الرفض التي وضعت أمام السيد البرزاني والتي سوف تكلف العراق كثيرا فيما إذا أصر على الخطوات اللاحقة بعد الاستفتاء لازمنا في إطار الاستفتاء اللي هو ما يرتب أي أثر سوى استطلاع رأيه بالمناسبة التصعيد هذا الإعلامي وغيره كل ما يحتاج هذا الموضوع بل أعطيه زخما كبيرا في غير محله حسب تقديري قضية ما زالت في محر رفض محلي إقليمي دولي إضافة إلى تقاطحها مع الدستور والقانون نعم طيب ولكن يمكن ذكر هذا اليوم ذكر اليوم السيد مسعود بارزاني في مؤتمره الصحفي بأن الاستقلال قد يأخذ وقت يمكن سنة إلى سنة ونص ما هو لا يستطيع أن يحدث ذلك الحقيقة هو يعرف هناك قرار لا أقول أمريكي تحديدا وإنما قرار دولي لن يسمح بالاستقلال وبالمناسبة في هذا المفهوم مفهوم الاستقلال والانفصال فيه تباين كبير هو اليوم ركز على موضوعات الاستقلال الإقليم أصلا من 26 سنة عمليا هو مستقل عن العراق وازداد استقلاليته الحقيقة تركزت بعد عام 2003 ولذلك هي محاولة تغطية الحقيقة هو الآن إذا اسمحت لي بهذا الوصف للأسف مع اعتزازنا بالسيد المرزاني وتاريخه كمن يحمل عود الثقاب ويقف في طرف الغابة هذا العود من الثقاب قد يشعل الغابة رغم صغرى بالنسبة للغابة لذلك التركيز على حق الأكراد في الاستقلال الأكراد مستقلين تقريبا بنسبة أكثر ب 98% عن العراق كان اليوم في خطاب السيد رئيس الجمهورية عفو الرئيس الوزراء سيد حيدر العبادي في رده على خطاب سيد مسعود برزاني رئيس الأقليم قال بأننا سنتخذ خطوات فيما بعد الاستفتاء برأيك أو كيف تقرأ هذه الخطوات التي يروم لاستخدامها السيد العبادي أو الحكومة الاتحادية في برداد في الستي خلأ أقول لك فات قضية مهمة بما يتعلق بالاستفتاء هناك تقريبا أربعة أو خمس نقاط يعني هي محل الإشكال الكبرى أولا التوقيت ثانيا حدود إجراء هذا الاستفتاء ثالثا التداعيات التي سوف يترتب بعض الاستفتاء التي سألين عنها جنابك رابعا ما يترتب من أثر على هذا الاستفتاء إقليميا ومحليا الأول الحقيقة حدود توقيت الاستفتاء معروف أصبح أنه شكل في خاطرة وذهن كل المتابعين والمهتمين قادة وسياسيين أنه في غير محله بل حتى نظر له أنه غدره غدره في لحظة انتصار العراق على داعش هناك من يحاول تفكيك البلد هاي وحدة اثنين حدود إجراء الاستفتاء لو كان بالخط الأخضر وأقصد في ذلك حدود الإقليم وليس على الخط الأزرق بالتأكيد كان أخف الأزمة كانت حدتها أخف لذلك رئيس الوزراء اليوم واضح جدا أنه سوف لن يسمح للبيش مرقة تحديدا اللي هي ذراع الإقليم العسكري أن تسيطر على هذه المناطق بحجة الاستفتاء أنه قد صوتت لصالح الانفصال أشكر حضورك ويانا سيد أحمد الأبيض محلل السياسي من بغداد شكرا جزيلا لك سأيدي شكرا جزيلا لك